أهلا بكم في واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق في لقاء مع اسم عالمي كبير اليوم وموضوع شديد الأهمية فانتبهوا الحوار اليوم مختلف كثيرا جدا فيه دايما أقول أنه فيه أعراض لأمراض أنتوا عارفين طبعا كل مرض في الدنيا بيظهر له أعراض الأعراض ديت إحنا عندنا في كل برانش في الطب اسمها سيمتوماتولوجي وهذه المجموعة من الأعراض دايما في توصيفي الأدبي ده توصيفي أنا الأدبي للموضوع فيه أعراض نقدر نقول عليها كده محزوزة وفيه أعراض مش محزوزة ده على مستوى مش بس مصر فيه أماكن كتيرة في العالم من الأعراض المحزوزة مثلا مثلا الألم يعني الألم يحرك المرضى دائما ألم يجعلك تذهب بسرعة عشان تلحق نفسك عشان الألم شيء مزعج للغاية لكن من الأعراض الغير محزوزة الإمساك مثلا من الأعراض الغير محزوزة ليس له حظة ليه؟ إنسان بيعاني من إمساك وعنده خمسين سنة أو خمسة وخمسين أو ستين سنة ماذا يفعل هذا الإنسان؟ في الغالب سيتجاهل الأمر في الأول لما يتعب ويضايق منه جدا هيشوف يفتح الانترنت الكرسى الكبيرة ويدور العلاجات الطبيعية للإمساك وطبعا لو حظه سيء وبتفرج على بعض القنوات اللي هي تحت بير السلم وتفرج على بعض الناس الدجالين اللي بيقولوا علاجات من أعشاب وهو إلى آخر يقولك العشبة دي بتعالج 37 مرض من ضمنها الإمساك فحظه هيبقى وحش وهيخبط في واحد من دول وبعض الناس من دول فقدت حياتها من عشبة عملت لهم مش حل للإمساك فشل كلاوي حاد ولا قدر الله وقفا لو هو يعني ها تحرك شوي هينزل للصيدلية ودي حركة برضو في منتهى القسوة والغراب مثل الخير يا فلاي يا دكتور ممكن ما يكونش الدكتور اللي قاعد في الصيدلية في الوقت ده يكون مساعد الدكتور وبيتغدر الحاجة يديني حاجة للإمساك يا ابني يديروا أي حاجة للواقف دوت والأمور تمشي يبما يوم واثنين ويفاجأ أن الأمر في منتهى الأهمية والخطورة لأن الحالة ما تحلتش لما يروح له دكتور يكتشف أن سبب الإمساك كان حاجة خطيرة أنا فاهمها النهاردة مثلا ويبقى تحرك ربما متأخر عن الوقت اللي بيتحرك له الإنسان في أوروبا شهور اتأخر شهور شهرين تلاتة عنده إنساك وما بيتحركش شفت ناس كتير كده على مستوى قريب وربما بعيد نسبيا سمعت الحالات من حالات لو أنا حطتها في صياغة أدبية تصل إلى مرحلة مأساة لما بنت أو ست يكون عندها مثلا تسعة واربعين سنة وخمسين سنة تعاني من إمساك يستمر كم شهر وما تدورش وبعدين تروح تدور فيكتشف أن الورم تفحل وانتشر واستفحل ووصل إلى مرحلة مش عارفين نعمل معا إيه النهارة زي ما قلت لكم حوار خاص جدا ومع قيمة علمية عالمية مش بس أنا اللي بفتخر بوجوده النهاردة مصر كلها بتفتخر به ووجوده معانا النهاردة إضافة هائلة للدكتور ووجوده أكيد فيسرين بعلم غزير جدا الرائد القدير والاسم العالمي الكبير الجراح العالمي القدير أستاذنا الأستاذ الدكتور علي أحمد شفيق أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم بكلية الطب بأصر عيني جماعة القاهرة صاحب دبلو من جراحات المناظر من جماعة سيراسبول ورئيس الإقليمي الجماعية الدولية الأساسية للقولون والمستقيم عضو جماعية الأمريكية للقولون والمستقيم وزميل الجماعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي الرائد القدير والاسم العالمي الكبير أهلا بك دكتور عليبي أهلا دكتور أيمان سعيد بتواجدي معك ودائما بيشرفني أن أنا أشوفك إن ده شرف كبير لنا قبولك دعوتنا النهاردة والموضوع في المدهة الأهمية والخطورة يعني أنا عايز أقول أنه ناس كتير من معارفي وهواء إلى خير بحولهم لحضرتك باشتباه ربما سرطان قولون ونسبة جميلة منهم فعلا بيكون سرطان قولون بس عايز أبدأ الأول بمعنى كلمة أورام القولون تمام المقدمة الحراكة قلتها دي مقدمة مهمة جدا وفي تو ذا بوينت يعني في الصميم بالتأكيد أن إحنا في عصر الأورام انتشرت انتشار يعني مثير جدا ومخيف وبقت في القولون وغير القولون القولون بيعد تالت أشهر الأورام انتشارا وإحنا لما الدولة تعمل مبادرات للأورام وللصحة وبصدر أنها هيبقى في مبادرات لأورام القولون ده معناه أن دي حاجة مش حاجة عرضية دي حاجة بقت كميتها كبيرة ما هي الصغيرة ألفات من المرضى بتشخص سنويا في مصر إصابة بأورام القولون الأرقام دي في تزايد في السنين الأخيرة ده طبعا من نمط الحياة ونمط المدنية اللي يطغى على كل الريف المصري وما بقاش في الحياة الطبيعية الأديمة اللي كانت موجودة وبقى في الميكانة في كل شيء والتصنيع في كل شيء حتى اللي بنسميها الأشياء الطبيعية اللي هو أكل الأرض وزراعة ما بقتش بيور بالشكل الكافي بقينا نلجأ نرول الأكل الأورجانيك يعني حتى أنت لما تروح الغيط النهار ده ما رشوش بكذا وما رشوش بكذا مواد كيموية في وقت من الأوقات تقال عليها مسلطنة وهي جزء كبير من اتشار الأورام في الفترة الأخيرة بيبقى معتمد على البيئة اللي احنا بنعيش فيها أورام القولون زي ما حرق قلت دلوقتي من الأورام المنتشرة وبكسافة في الفترة الأخيرة وهنا بنعتبر الورام ده هو عامل زمني يعني إيه عامل زمني؟ يعني زي الموقيت لو ما لحقيتش كذا دخلت في الميقاط التالي لو ما لحقيتش كذا دخلت في الميقاط التالت زي الحمل الطفل في الشهر الأول غير في الشهر الثاني غير في الشهر الثالث غير في الشهر الثامن وهكذا نفس القصة الموقيت بالنسبة لنا في الأورام هي حياة بمعنى لما الميقاط يبقى في الدرجة الأولى أو الدرجة صفر يعني الدنيا بتختلف تماما والشفاء بيبقى يصل إلى 100% ما يكون في الدرجة الثانية بتقل شوية في الثالثة بتقل كمان ما تكون في الرابعة تقل أكتر فبالتالي أنا التوقيتات مهمة هنا هي رجعنا التوقيتات دي معناها إيه؟ يعني نتشخص بدري اللي هو الكشف المبكر عن الأورام ده العنوان الكشف المبكر عن الأورام الكشف المبكر ده هوت بيوفر على العيان وعالدكتور مليون حاجة زي ما حضرتك قلت الإمساك من الحاجات الدم من حاجات اللي بتبين الكلام ده هوت وحتى كلامنا للدكاترة الدم اللي ما ناخدش كل دم بواسير ما ناخدش كل إمساك ده تلبك معوي أو سوق هضم لازم يبصر المواضيع بشكل جدي وشكل احترافي عشان كده هوت لأن الوقت اللي احنا بننتظره وبندي أي كلام للمريض ده بالنسبة للدكتور ده بيحط المريض في غرفة أخرى أو في مرحلة تانية والمريض نفسه بنقوله أنت لازم ما تاخدش الأمور باستخفاف ولازم تجري عشان تشوف أنت عندك إيه وتطمن لو ما عندكش حاجة بالظبط عايزين أن نحط بقوك على الضوء على الأعراض الأعراض الأساسية اللي احنا دايما بنشد عليها خطوط نمرة واحدة التغيير العوايد اللي احنا متعودين عليها ده بالنسبة للإخراج أنا متعود على نظام معين النظام ده تغير بقى بدل ما كنت بعمل مرة كل يوم أو بعمل مرة كل يومين بتعمل كل ثلاثة أيام كل أربعة أيام أو كنت بعمل بسهولة السهولة دي راحت وبقت بصعوبة فده اسمها تغيير change of habituation أو تغيير العوايد أنا متعود على نمط النمط ده بتده يتغير ومش بتغير أسبوع ولا أسبوعين لا بتغير تغيير ممتد بيوصل لشهر وشهرين مش رضي يرجع تاني زي الأول طيب هنا هود ده يشككني حتى لو ما فيش دم فيش أي حاجة إنما تغيير النمط في حد ذاته ده مشكلة أو وجود دم والنمط ثابت يعني إيه؟ يعني أنا بشوف دم في المخرجات بتاعتي ومش عارف سببها إيه الدم ده أنا عارف الدم بيقلق الناس بس هنا يمكن الإمسك ما بيقلقش الناس إنما الدم بيقلق الناس وبيجروا على الدكتور لما بيجروا على الدكتور الدكتور بيعتبرها بواسير ودي بين الأخطاء الشائعة لازم يفحص كويس ولو مش متأكد مية في المية إن الدم لأن الدم ده قصة كبيرة يعني إيه قصة كبيرة؟ يعني الدم اللي نازل من المعدة للون والدم اللي نازل من الأمعاء الدقيقة للون تاني والدم اللي نازل من القولون للون ثالث والدم اللي نازل من المستقيم والبوسير للون رابع فقصة الدم وكمياته ومواعيد خروجه دي قصة لازم يلقى عليها الدوق بشكل جيد والدكاترة تاخدها بتماعون مش دم والسلام فعشان كده هؤلاء احنا بنقول الدم والتغيير عوائد الإخراج مش الإمساك لأن الإمساك في حد ذاته ما ممكن واحد عنده إمساك بقى له خمس سنين بقى له ست سنين ده أنا ما شكش فيه إنه اللي كان طبيعي وجاله إمساك بقى له شهرين هنا أبدأ إيه أشك فيه إنما اللي بيقول لي أنا طول عمري عندي إمساك وباخد كذا وباخد كذا يبقى العرضين الأساسيين هم الإمساك وخروج الدم مش الإمساك آسف تغيير عوائد الإخراج وخروج الدم دول الأساسيات تمام؟ نيجي حاجات جانبية بقى زي لأن فيه ساعات بتبقى أورام بنسميها في القولون في المناطق الصمتة ليه؟ ودي بتبقى نصيب البني آدم بتيجي بدون أعراض خالص بتكتشف بالصدفة أو في مراحل متأخرة إيه المناطق الصمتة؟ منطقة القولون الأيمن اللي هي السيكم اللي بتعتبر من المناطق الصمتة لأنها واسعة والورن بيكبر فيها بقى رياحية والفضلات بتمر بشكل طبيعي من جنبه وما بيحصلش مشكلة اللي فوق على اليمين اللي هو اللي فوق على اليمين اللي فوق الزايد على طول اللي فوق خالص على اليمين اللي هو منطقة السيكم تمام؟ ده منطقة اللي لأننا دايما نقولون في بدايته بيبقى واسع وبعدين يبدأ مع وصول المنطقة المستقيم أو منطقة الشرج يديق فالمنطقة الواسعة دي بتبقى منطقة أي كمية خلايا جديدة تتكون فيها السكة سلكة ما بتقفلهاش ممكن دي اللي بتبين وما بتجيبش دم كتير ممكن دي اللي تبين لنا حاجة اسمها الدم الخفي هو ده اللي احنا بنحرص على أنه يتعمل فالدم الخفي ده هوت هو اللي ممكن يشخص لنا حالة زي كده بس العين ما بشتكيش من حاجة مناطق تانية بتيجي فيها بتاع في الكبد اللي هو انتشر وراح للكبد لأن الكبد من المناطق المشهور لانتشار فيها من القولون فبالتالي يا إما تغيير عوايد الإخراج يا إما الدم يا مدم الخفي موجود في القولون في الفضلات يا إما صامت ما فيش أي أعراض يكتشف بعد انتشار أو ألام في البطن في المناطق مختلفة ودي بتبقى المراحل الأخيرة اللي هي بتسميها التيرمينال أو النهائية المراحل الربح التشخيص هنعمله ازاي؟ وفيه ناس فيه كاتيجوري كده من الناس اللي هو عندهم تاريخ عائلة بأوراق من القولون وإحنا عارفين وهم عارفين أنه أورام القولون فيه نسبة تاريخ عائلي فيها تمام ده نقطة مهمة حضرتك أصرتها التاريخ العائلي أولا التاريخ العائلي مش لازم يبقى الأورام القولون ممكن جدته جالها سادي خالته كان عندها في المبايد أبوه كان عنده في القولون وهكذا فهو بنسميها عائلة أورام مش قولون بالذات لأن جين الأورام ممكن ييجي في أي سيستم في أي جهاز في السادي أو في الجهاز الهضمي بالضبط كان في السادي أو في الجهاز الهضمي أو في أورام البروستاتة أو العضم أو اللينفومة أو الحاجات دي كلها ممكن ييجي فيها فبالتالي عائلة الأورام أي نوع من أنواع الأورام مش لازم يبقى قولون دول اللي بتسميهم الزات الخطورة عالية High Risk Family إن دول أي أعراض خفيفة يفضل إنهم يعملوا فحوصات وساعات بنبقى فيه بعض الناس بتبقى متطرفة أكتر إنهم يعملوا مناظر سنوية للأمان اللي هو يتعمل منظر كل سنة لإنك أي حاجة تضلعت أي حاجة تتشال على طول بدري قبل ما يصل فيها تغيير فدي العائلات اللي فيها High Risk أو خطورة عالية نيجي للتشخيص التشخيص لما بيتعمل سيرفي أو مسح للأورام لو تعمل برنامج للمواضيع ده المسح يعني إيه مسح؟ يعني أنزل على منطقة مثلا بحاجة اسمها تحليل دم خفيف الفضلات البرازة تحليل دم الخافي ده الإيجابي ده بيتحط على جنب والسلبي بتحط على جنب السلبي ده ما عندهش مشكلة الإيجابي بنبدأ ناخد تاريخ المرضي ونشوف هو عنده أي تغيير في حاجة ونشوف أعراضه ونشوف عنده دم مرئي ولا لا ويبدأ يتخذوا يتعمل لهم مناظير ليه؟ لأن أغلب الإيجابي تبقى عنده مشكلة موجودة ده ومش لازم تبقى أورام يعني الدم الخافي الإيجابي ممكن يكون نتيجة جيوب في القولون التقرحات في القولون التهاب في القولون يتعملوا المنظار ده هو عشان ننفي وجود أي أورام موجودة مش لازم أعمل المنظار عشان أأكد أنا بعمله عشان أنفي أن أنا عندي مشكلة تمام؟ فده الطريقة الثانية الأكيدة للتشخيص طيب اللي مش عايز يعمل المنظار الأشعات النهاردة بقت أكثر دقة زائد النهية بتدينا تشخيص دقيق جدا وتقربنا من أن ده ورام ولا مش عايز هنا المنظار ده بياخد عينة بيخش ودي الميزة الأكيدة بتاعة المنظار أنه هو بيخش ياخد العينة من الورام والعينة دي مهمة جدا ليه؟ لأنها بتدينا النوع بتاع الورام وبتدينا الدرجة بتاعة الورام وبتدينا الساعات التحليل الجيني بتاعها هندي علاج كمائي موجه ولا مش هستجيب العلاج الكمائي الموجه فكل الحاجات ده هيد مهمة جدا من قطعة العينة اللي بتسمعها خزعة الصغيرة اللي بتتاخد من المنظار فالمنظار ده شيء مهم جدا وهو الوحيد اللي بيقدر يوصل للمناطق دي إنه هو ياخد العينة المنظار النهاردة بقى الدور بتاعه أكبر بعد كده هوت ليه؟ لأنه شيل الأجزاء ده هيت وصل لمراحل كبيرة إنه هو بيتشال مش عينات بتشال كلها يعني ممكن لو ورم من درجة الأولى أو درجة زيرو إحنا عندنا الأورام درجة زيرو الدرجة الأولى والتانية والتالتة والربع الدرجة الأولى والزيرو ممكن لو ورم يتشال بالمنظار ده هوت والعيان يعمل فول أب بس متابعة وما ياخدش حاجة تعملوا منظير كل شوية وتشافوا خلصة الموضوع ما يعملش عمليات هي دي العملية درجات الأعلى من كده هوت بنحتاج بقى بنخش في العمليات بس بيظل التشخيص بيعتمد على الثلاث حاجات اللي بقولها نمرة واحد العينات بتاعة الدم الخافي في البراز نمرة اتنين المنزار القولوني نمرة ثلاثة أشعات البطن والحود من أول المقطعية للراني الخطة العلاجية بتمشي إزاي بقى؟ الخطة العلاجية بالنسبة لأورام القولون شيء والمستقيم شيء تاني احنا تكلمنا عن المستقيم قبل كده القولون الأساس فيه لونا ما عنديش انتشار في أي حتة خارج القولون التدخل إننا أشيل الورم الشيل الورم إنه هو تبقى فيه تقدم مهول في الشيل الورم لو في المرحلة الأولى والتانية والتالتة الشيل وحتى في الرابعة في بعض أنواع الرابعة الشيل بيعتمد على بنسميها احنا دلوقتي بنتكلم عشان الناس سوى بس بش الأمور غنب عليهم احنا نحن نتحدث عن المراحل اللي لسه في الأول مراحل متقدمة اه طبعا اه ندخل بالمنظار في المراحل المتقدمة اه المرحلة نمرة واحد وساعات بعض مراحل نمرة اتنين إيه الفرق ما بين واحد واثنين وتلاتة واربعة برضو عشان الناس تفهم هو مدى اختراق الخلايا السرطانية لجدار القولون يعني اختراق بنبسطها كأنك بتدق مصمار في الحيطة أول دقة جبت طبقة الدهان تاني دقة جبت الأسمنت تالي دقة جبت الطوب تمام دقة الرابعة خرقت برا الحيطة اخترقت الجدار تمام فهي دي المراحل فبالتالي انا لما بقى في مرحلة الاولى اللي هي لسه بس في الاشرة الاولانية بتاع الارضية بتاعت القولون فنقدر اشيلها بالمنزر القولوني فبالتالي يقدر يخش تحتيها تحت الطبقة دهية يعمل تشريح ويرفحها وبعدين يعمل دايرة حواليها ويستقصرها ويسحبها والقولون بيقفل المكان او ساعة يسيبه مفتوح بتاع الطبقة الميوكوزة بس انه هو بيخش في الصب ميوكوزة اللي هو الطبقة تحت القشرة الاولى بتاعت القولون القولون بتكون من اربع طبقات الطبقة الاولانية والتانية دول ممكن يتشالوا في مكانهم بالمنزر القولوني فهنا بنرجع تاني للجملة الاولانية الموقيت كل ما اكتشفوا بدري بشيروا بدري وبعملية بسيطة ماحتاجش اي حاجة طيب لما يجيلي في المرحلة التانية المتأخرة مافيه التانية A وB وثالثة وربعة لما يجيلي التانية المتأخرة والثالثة والربعة دول هنا هو بيبقى لازم نخش في الاستقصال الاستقصال اللي هو ان انا اخش اشيل الانبوبة نفسها جزء من الانبوبة بتاعت القولون بنقصها مع الغدد اللينفوية بتاعتها مع منطقة امان تحتها ومنطقة امان فوقها وده بنسميه الاستقصال الجزري يعني ايه الجزري يعني ان انا بشيله بمساحات امان مع غدد اللينفوية وما سيبش اي جزء من الورن موجود تحت ده الاستقصال الكامل لو سبت اي خلية واحدة هترجع تاني طيب ده بيتعمل بالمنزار الجراحي بدون شق البطن اللي كان بيتعمل زمان البطن كانت زمان بتتشق من فوق لتحت وبتعمل الاستقصال ويتعمل تحويل مؤقت وتوصيل بالخياطة وبعد كده هو يتعمل يا اما كيس زي ما احنا شايفينه يا اما اعادة اغلاق لتحويل تاني اللي احنا بنعمله هو التوصيل المباشر اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي هو طبعا ناتج عن التقدم في وسائل اللحام اللحام القولون اللي هي باستخدام الدباسات دي عمل التفرة كبيرة في الامان والالتقام للأطراف بتاعت القولون المزال ودي بتتعمل باستخدام المنزار الجراحي المنزار الجراحي بيختلف عن المنزار القولوني ان احنا بنعمله عن طريق فتحة من عند السره هنا هو وبنشبهه دايما اللي عمل مرارة بالمنزار بيبقى عارف المنزار الجراحي شكله ايه لما فتحة صغيرة عند السره او اللي عمل تكميم بيبقى برضو نفس القصة هي منطقة جراحي سنتي بنتم الدخول بيه بكاميرا للبط والتعامل بعد كده سواء بشيل وتوصيل واستقصال وبتندالج ده هي تحت المنمال انفيزيب تكنيكس او الاجراءات محلوطة التدخل فهنا يبقى المرحلة الاولى والتانية المبكرة بنقدر نشرها بالمنزار القولوني والتانية المتأخرة والتالتة والربعة بتحتاج المنزار الجراحي تمام وفي كده الحالات ما بيتعملش تحويل الاخراج في كيس للبط ودي من اهم النقاط ليه لان تحويل الاخراج بكيس والبطن ده بقت من الحاجات الوليلة في العالم ما بقتش يستخدم كتير لزيادة وسائل الامان في الجراحات وفي التوصيل وبقاش تسريب موجود بكسرة لان الوسائل لان فيه في بعض المدارس بيقول انا هحول لغاية لما المكان اللحام يلتأم وبعد كده هو رجع تاني دي ب مدارس عليها لغة كتير ودائما بنقول دي المش هاي البروفيشنل او المش احترافية ليه لان الجراح القولون المحترف وفي مناكز القولون المحترفة اللي هو بسميه كولو ريكتال سنترز او مناكز القولون والمستقيم المتخصصة المفروض يتعمل مرة واحدة وان شوت ما يتعملش تحويلات اللي بيعمل التحويلات بتبقى مقدرة ضعيفة من الطبيب على انه هو مش متأكد من الوصلة اللي هو عاملة لو بتكون الوصلة ضعيفة يعمل التحويل اقولك ايه اطم ايوة بالزبط انا اقام من نفسي وهو ده اللي احنا بنقوله احنا بنقول ايه فايدة التخصص النهاردة ان انا فرق بيني وبين زميلي الجراح ان انا بعمل الحاجة دي في السنة مئة مرة وهو بيعملها اتنين او تلاتة او اربعة انها من ضمن حاجات تانية احنا في عصر التخصصات حتى الجامعات النهاردة بقت فيها اقسام متخصصة بتاع البرياتريك اللي هو السمنة بتاع القولون المستقيم بتاع السدي تخصص بتاع القولة للصماء كل الكلام ده لما فيش حاجة النهاردة اسمه جراح عام بتبقى يعني لما نسأل فلان حضرتك تخصصك الدقيق ايه وده بيكتب في بيان الحالة بتاعنا في الجامعة التخصص الدقيق بتاع علي ايه جراحات القولون والمستقيم وده بقى جزء من التعريف الوظيفي ما نفعش يقول انا جراحة عامة تمام في العالم كله كده في العالم كله كده هو فعشان كده احنا ليه بنقول التخصصية عشان تدي البرفكشن او المهنية والحرفية في الاداء العلاقة بين اورام المستقيم والقولون لان الناس بترتبك بين الاتنين على فكرة لا ده احنا زي ما قلنا قبل كده المستقيم ده منطقة الحود منطقة الحود دي لها طبيعة خاصة عن منطقة البطن لان احنا بنقول المستقيم بينتهي او بيبدأ عند منطقة الحود تحت هنا والقولون بيبقى كله في تجويف البطن نقول الناحية اليمين الصاعد والمستعرض والنازل والقولون الحودي كلها في منطقة البطن مع عدد المستقيم اللي هو 14 سنتي دول موجودين في موضوع منطقة الحود وال14 سنتي دول اكتر ما كان بيصاب نسبة كده الصورة يا ريت الجزء الاخير اللي مضلم ده أيها اللي مضلم دول ال14 سنتي اللي في منطقة الحود الفوق ده الأصفر هو ده قولون كله بالزبط كده الجزء الأخير هو المستقيم فالفوق التجويف البطن ده ليه تعامل والجزء التحتاني ده ليه تعامل تاني ليه تعامل تاني في الجزء التحتاني لأنه المنطقة التحتانية ده أكثر صعوبة وفيها عناصر مهمة جدا زي الشرعين مهمة بتاعت منطقة الحود والساقين الأعصاب بتاعت منطقة الحود وتاعت في الرجال الانتصاب وبتاعت الصمام بتاعة المسانة ولها لها أهمية كبيرة جدا والملطقة نفسها دايقة فهنا العلاجات بتاعتنا ما بتعتمدش على التدخل الجراحي بس بتعتمد على التدخل الجراحي والإشعاع وهنا بيبقى فيه مدارس بتبدأ بالتدخل بالإشعاع وتنتهي بالعملية أو بتبدأ بالعملية وتنتهي بالإشعاع أو ساعات ما تديش إشعاع زي المدرسة اليابانية يعني المدرسة الأمريكية والأوروبية بتدي الإشعاع وبعد كده هو بتعمل العملية وفيه مدرسة اليابانية بتبدأ بالعملية وتنتهي بالإشعاع أو ما تدهوش خالص وفي مدرسة برازيلية قالت أنه أنا ممكن أكتفي بالإشعاع بس هنا هوت بيبقى فيه عندنا التوجهات متعددة وده دايما بنقول عليها مدارس طيب إيه النتائج الأساسية في الموضوع ده هوت الأصل في الورم شيلو وورم القولون الأصل فيها أنها تستقصل العلاجات الأخرى بنسميها علاجات تكميلية Adjuvant Treatment يعني علاج تكميلي وليس علاج أساسي البرينسبل الأساسي هو الاستقصال هو surgical treatment إنما العلاجات الكيماوي أو الإشعاع دي علاجات Adjuvant وقوية تكميلية تكميلية لما بتبقى قبل العملية بنسميها Neu Adjuvant لما بتبقى بعد العملية بنسميها Adjuvant فبالتالي هي في الأول وفي الآخر تكميلية للأساس اللي لا مفر منه إن العيان هيعمل العملية الرسالة الأساسية لكل الناس هل هيدي بقى رسالة واحدة لكل ولا رسالة لكل الناس ورسالة خاصة للناس اللي عندها عائلات مشهور عنها السرطنة؟ أنا أفضل إنها تكون نسالة عامة لأن الأورام انتشرت بشدة ومفيش حد معصوم إن هو يجيله وده أنا زي ما بقول للعيانين ده قدر زي ما بيكون واحد نازل رايح مشهور لكن ميكروباس وميكروباس تقلب به انتها في المستشفى فبالتالي هي عندنا هنا هوت لما العيان بيروح ويسمع الخبر أول مرة انت عندك ورم هنا هوت طبعا الطبيب لازم يكون طبيب رحيم ما يبقاش قاسي على العيان ويبقى هو زي ما بيقول والورم عليه ده حاجة الحاجة التانية الرسالة التانية إن التعامل يبقى تعامل جيد واحترافي في الموضوع ده ورسالة اللي عايزة أقولها لحضرتك برضو إن الناس ما تستخفش بالأعراض وبالأمراض وتجري على الصيداني وتجري حتى الناس بتقولك سعاد كشفات الدكاتة غالية الأماكن الحكومية موجودة الأماكن الأسرعيني موجود بس شوية نفقة الدولة موجودة التأمين الصحي أماكن كتيرة بس ما فيش حاجة قد إهمالك للمشكلة تمام؟ ومش عايز أخوف قوي العائلات اللي عندهم هاي ريسك أو عندهم خطورة عالية من اللي لأنه لما بتقولهم كده بيعيشوا تحسن تهديد وأن السكين هتنزل على رقابتهم مرة واحدة لا فيه ناس ما بيحصل لهم مش حاجة خالص وبيعيشوا كويس وبيصابوش بأي حاجة ومش لازم يجيلهم عاجة فدول بس لو جالهم أي أعراض يتطمن مش أكتر من كده ومش لازم يجيلهم ويتطمن يعني يروح للمتخصص عشان يتطمن مش يتطمن مباععة في البيت يعني أنت وجودك معنا يا فندم شرف كبير لينا وسعيد جدا بهذه الزيارة العظيمة وننتظر هذه الزيارة دائما طبعا أنا عارف أنك مشغول جدا بس يعني هذه المواضيع بشرحك التفصيل الرائع جدا أولا بتنير نقاط مهمة في الثقافة المصرية ثانيا وشيء مهم جدا بتوري العالم العربي أن احنا عندنا في مصر ريادة قديرة غير متنازعة عليها وغير في باباش فرصة منافسة في عالم جراحات القولون المستقيم شكرا دكتور عيمان وسعيد بأننا شفتك النعاد ده أنا سعيد جدا وجودك معنا طبعا اسم العالمي الكبير وأكرر طبعا الدعاء للرائد القدير والاسم الأسطوري الكبير أستاذنا أستاذ الأسلزة اللي علم الناس كتير جدا يعني قدم الصورة العظيمة لجراحين المصريين أستاذنا الأستاذ دكتور أحمد شفيق رحمه الله اللي كان رائد قدير في زمن مهم جدا كانت في مصر في ذلك الوقت يعني بيقدم دكتور أحمد شفيق في ذلك الوقت صورة مش بس على المستوى الإقليم على المستوى العالمي لأنه كان واحد من أعظم جراحين القولون وجهاز الهضمي في العالم كله بل ربما كان في وقت من الأوقات أعزبهم على الإطلاق فطبعا يعني لازم نذكره كل خير شكرا 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 نوارت يا فدن شكرا ضيف العزيزة القمة العالمي الكبيرة الأستاذ دكتور علي أحمد شفيق أستاذ ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم الأستاذ بكولية الطب بجماعة القاهرة أسرعين وصاحب دبلومة جراحات المناظير من جماعة ستراسبورج ورئيس الأقليم لجماعة الدولية لأساذ القولون والمستقيم وعضو الجامعية الأمريكية لقولون المستقيم وزميل الجامعية الفرنسية لجراحات الجهاز الهضمي كان ضيف فيه في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور